يسعد أوقاتكم جميعاً لكل متابعين قناة المطبخ الحلبي أكلتنا لليوم كبة مشوية حلبية على أصولة بتاخد العقل شوينها على الفحم بطريقة مميزة جداً والطعم ولا أروع من هيك وبقلبة طبعاً بينحط شحمة ولحمة يعني هاي الكبة الحلبية المشوية على أصولة تابعوا معي طريقة التحضير عندي كيلو ونص تقريباً برغل ناعم عمقي غسلته ونقعته شوي بالمي عشر دقايق وغسلته وصولته وبعدين حطت له شوية ملح وكمون وبصل كبيرة أطعته بنفرمت بالنص ورح ديرهم على ماكينة الكبة ثلاث مرات لحتى حس إنه البرغل بلش يمسك معي ويدبق بعد هيك رح حط فوقهم الهبرة وإدعاكن كتير منيح هلأ رح بلش حضر للشحمة بيلزمني ربع كيلو شحمة بحط لها شوية نعناع مجفف وفلافلة مجففة وبحركوا مع بعضهم وبعيفة على جنم يعني الكبة المشوية أو أي نوع كبة المفترض إنه نعمل كل الشغلات اللي بتلزمنا ونعيفة على جنب لحتى ما نلاقي صعوبة رح نبلش بالحشوة عندي بصلتين كبار فرمتهم ورح دبلهم شوي بالسمنة يعني أنا ما رح أحرق البصل بدي دبله تدبيل بعدها رح حط فوقه نص كيلو لحم ناعمة وبحط لها ملح وبهار وبحركوا مع بعضهم بعدها بحط فوقهم الجوز وهيك لحتى تنشف ميتهم تماما بالنسبة لهالكبة حطيت كيلو ونص برغل نص كيلو هبرة نص كيلو لحم ناعمة ربع كيلو شحمة ولا شي زاد منهم يعني تقريبا طلعوا 32 قرص كبة مشوية مثل اللي شفتوهم بالصورة مشبعين وكبار وما زاد لا حشوة ولا زاد من العجينة بعد ما بتخلص عندي وبتستوي وبتنشف ميتها للحشوة بحطها على جنب وبعيفة لحتى تبرد عندي هاي الهبرة والبرغل رح ادهاكن مع بعضهم بشكل جيد لحتى يصيروا كتلة وحدة بعدها بقسمهم 3 اقسام لحتى يسهل علي شغلهم رح ااخد كل اطعة بقطعتها وحولهم الى كرات بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين بدورهم بعدين بحطهم على كيس بلو شوية مي وعندي صحن او غطى مرتبان او اي شي مدور بهذا الشكل ونضغط عليهم ونشتغل فيهم انا طبعا مخلص الكمية كلها بعدين ببلش بالكبة بس رح افرجيكم هلا كيف ساويتهم يعني عندي هذا القرص رح امسكه بهذا الشكل وحط بقلبه الحشوة بعد ما تبرد تماما وبعدها حط فوق الشحمة فيه ناس بتحط الشحمة كتيره فيه ناس اقل فيه ناس بيدوبوها مع اللحمة لأ انا هيك بفضل انه الدوب على المنقل اطيب بكتير من انه الدوب مع الحشوة بعدها ببلقيدي شوية مي وبحط فوق القرص التاني وبسكرهم مع بعضهم بهذا الشكل بحيث اضمن انه ما تطلع الحشوة من الجوانب ابدا يعني بسكرهم بطريقة ممتازة جدا بعدها ببلش بشكلهم بشد كف ايدي بهذا الشكل وبحط القرص عليه هون وبدور الابهام والخنصر هيك لحتى يتشكل عندي القرص بصير على شكل مثل القبعة يعني المهم بدك تشدي كف ايدك لحتى يمشي الحال بهذا الشكل وهيك لحتى تخلص عندي كل الكمية وغطيهم لانه بتنشف بسرعة الكب المشوية مفترض انه مجرد نعملهم فورا على المنقل لانه بتنشف بس بما انه هبرتون منيحة كتير ما رح يفرطوا يعني الكب المشوية لما بتفرط السبب بيكون مو من البرغل السبب بيكون انه هبرتة قليلة الكب المشوية بالذات هي ولبصينية بدي تكون هبرتة كتيرة الكب المقلية ما بتاكل هبرة كتير لانه بدي تقرش اسناء القلي طبعا جنب الكب المشوية نحن بنعمل سلطة بنعمل اهم شي هي سلطة الرمان يعني انا عندي عصرة رمان من قبل وحطوا الطنبقنيني وفرستهم بالفريزر بطالعهم للكب المشوية خاصة وبحطون بالصحن متل ما لكون شايفين وبحطلون توم مهروس وشوية نعنع وبحرقون وبحطلون شوية زيت فيكن تحطوا بقلبه خيار وبنادورة وبصل يعني متل سلطة 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 رمان نحن هيك بنحبه على القديم وهلأ مناخد هالاكل كله الى المنقل ومنبلش شوي مجرد نحطن على المنقل بالريشة منحطن لهم شوية زيت نباتي مندهنهم بزيت نباتي لحتى يسهل شويهم ويتأمروا بسرعة ويتقرمشوا وبتساعدوا الشحمة ان الدوب اسرع هاي الطريقة جدا ممتازة للكب المشوية بعدها بقلبهم على الطرف الثاني متل ما لكون شايفين لحتى يتأمروا في ناس بحبون محروقين اكتر في ناس لأ وسط نحن هيك يعني لا كتير محروقين ولا ناشفين تماما هاي الكب المشوية على قصولة يعني تقريبا متل ما قتلكون كيلو ونص برغل نص كيلو هبرة نص كيلو لحمة ناعمة وربع كيلو شحمة عطوني 32 32 قرص كب مشوية كبير مشبع مليان لحمة وشحمة وبياخد العقل هاي كانت اخر الفيديو لانا لليوم وانشاء الله تعجبكم الوصفة ورمضان كريم علينا وعليكن يا رب وكل سنة وانتوا سالمين واذا حبيت وصفاتي فيكن تابعوني على قناتي على اليوتيوب قناة المطبخ الحلبي لحتى تشوفوا اطيب الاكلات وخاصة برمضان شكرا لالكن على المتابعة اشتركوا في القناة